صباح النور مرحبا بكم ناس الكل هذه اخبار الرياضة من راديو مات أهلا بداية بش تكون ببطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم كما تعرفوا البارح كانت نقطة بداية مرحلة التتويج الخاصة بالبطولة البارحة فيز الاتحاد الرياضي المنسيري على النادي الافريقي بنتيجة هدف مقابل صفر في أولى دفعات الجولة في ملعب بطبيعة مصر الجنيت بالمناسير وسجل الهدف الوحيد للاتحاد ويوسف العبدالي في دقيقة 26 كما شهدت المباراة اقصى كل محمد الصغراوي والمدرب فوزي البنزارتي الترتيب الوقتي الاتحاد الرياضي المنسيري في الطالعة بخمسة نقاط التراجي والنادي الافريقي في المركز الثاني بثلاثة نقاط في المركز الرابع النادي سفيقسي بنقطين واليتوال والاتحاد بنقردين في المركز الخامس بنقطة وحيدة أكيد تسألوا من جهت النقاط هذي النقاط هذي كما تعرفوا الحوافز من المرحلة الأولى اللي تمتعوا بها الفراق على صحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة لبرنامج اليوم زوز مقابلات باش تكون في البرنامج انتلاقا من ماضي ساعة ونص اتحاد بنقردين باش يواجه النجم الرياضي الساحلي بإدارة الحكم يوسف سرايري الحكم ساحة وحكم الفار محرز الملكي وفي ملعب رادس على قناة الكأس القطرية التراجي الرياضي التونسي واجه النادي الرياضي السفيقسي التحكيم لعمر شوشين وحكم الفار وهي ثم جيرات وبالنسبة للمباراة الاتحاد بنقردين والنجم الرياضي الساحلي البرح أعلنت القناة التاسعة التلفزية عن قيمها ببث المباراة هذي وحنا نحكيه على المقابلات وبثها قبل شوية تقريبا من نصف ساعة تالي الجامعة التونسية لكورة القدم كانت نشرت فيديو فيها أمين موغو عضو المكتب الجامعي لكورة القدم ورئيس لجنة المسابقات كان نشرت فيديو كما قلنا تحدث فيه العضو الجامعي على مصير النقل التلفزي وتقريبا أعطاه ملخص على كل الحيثيات مع التلفزة التونسية مع قناة التاسعة وشوة اللي صار بضبط نسمعه في تصريح طويل شوية لمحانا لكن أمين موغو حاول يعطينا ملخص على الوضعية بأكملها برغم التسهيلات الكبيرة التي أعطيتها الجامعة التونسية الكورة القدم للتلفزة الوطنية لبث مباريات الرابط المحترفة الأولى برغم تركب ديوء الغير خالصة فأن الجامعة التونسية الكورة القدم عمرها ما منعت التلفزة الوطنية من بث هذه المباريات كيف كيف ذكرنا برش مرات على التلفزة أنها نجم بث المباريات وأنه عمرنا ما منعناها من هذا البث في اجتماع المكتب الجامعي برؤساء الأندية ذكروا وطلبوا من التلفزة الوطنية أنها تلتزم بما هو موجود في العقد وتبث هذه المباريات وإثر الترشح المنتخب التونسي لكأس العالم قطر 2020 واستقبال سيادة رئيس الجمهورية لوفد المنتخب كان طلب إيجاد حل يمكن الجماهير التونسية من مشاهد المباريات على التلفزة وأكد على العلاقة التاريخية ما بين الجامعة التونسية الكورة القدم والتلفزة الوطنية الجامعة التونسية استجابت لهذا الطلب ومكنت التلفزة من تسهيلات جدد التسهيلات هذه المشنومة أولا تمديد العقد بصفة مجانية إلى حدود نوفمبر 2020 بما يوفر للتلفزة منتوج إضافي مجاني قيمته في حدود لثمالين دينار وكيف كيف إمكانية إعادة جدولة الديون على سنتين مش توصل إلى حدود مايه 2014 برغم تسهيلات هذه الملكل فأنه المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية راست الجامعة ورفضت كل هذه المقترحات من هذا أنه جاء في المراسلة أنها لم تطلب الحافا من الجامعة التونسية الكورة تقدم بمعنى آخر أنها لا حدش بالجامعة من أجل هذه التسهيلات وهذه الجدولة هنا ينذكروا المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية بأن العلاقة التاريخية ما بين الجامعة والتلفزة هي علاقة وطيدة وتاريخية وأنه من نعتبروش أنه هذا الإمهال يعد من الحاف أو تلحليح لكن إذا كان هي راقلها أنه تعتبروا من قبيل الحاف أو تلحليح فنحبوا نذكروا أنه تلفزة الوطنية في عديد من مناسبات في المواسم الماضية كانت طلبة جدولة هذه الديون والجامعة كانت استجابة لهذه الجدولة والأمور مشاهدت على أحسن ما يرى وسعيا أن الجامعة التونسية الكورة قدم لتلبيط رغبة الجماهير التونسية في مشاهدة المباريات ونزولا عن رغبة رئيسة الجمهورية في تمكين المشاهدين من الفرجة على المباريات فأنه المكتب الجامعي إلقاء حل لتفادي هذه الإشكالية وتم اجتماع معه ومثلين من القانونتين اللي متعاخدة معهم الجامعة اللي هما كارتاج بلوس وقناة التاسعة قاناة كارتاج بلوس قالت أنه هي غير جاهزة وغير رغبة في بث هذه المباريات في حين قاناة التاسعة عبرت عن رغبتها في بث بعض المباريات المتبقية في بطولة الموسم 2021-2022 وفي الآخر نحب أن نذكره أن الجامعة التونسية نزالت محترمة العقد اللي جمحها بالتلفزة وأنه تلفزة مزالت نجم تعدي المشويت اللي مزالوا داخلين في العقد اللي جمحها بالجامعة هذاك علاش إذا كان عندها الرغبة في بث هذه المباريات فأنه ذلك مزال متاح بالنسبة لبقية المباريات الموسم كان هذا أمين موغ ورئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكورة تل قدم لخبطة كبيرة في الحقيقة الغالب هذا يعاني فيه جمهور التلفزة التونسية وكل التلفزات في الحقيقة المغرومين بالكورة اللي كل مرة يلوجوا في تلفون باش يتفرجوا اللي تفرجوا في ديان ولا يتفرجوا تحنش علي قناة القطرية بث مقابلة والاثنين من جولة كامرة الخبار اللي نجم يقوله لجنب المليان من الكأس هو قناة التاسعة باش يكون بث في مباراة الاتحاد بالبنجردين والنجم الرياضي الساحلي نجم يقوله محبيل في رقائدهم باش يلقاوا انفا يتفرجوا بالنسبة للسي اس اس والترجل تونسي مباراة قمة في الجولة هذي باش يكوننا مقولة على قناة الكأس القطرية وننتظروا اكيد المسلف لهذا متاع البث التلفزي باش يكوننا متواصل ولا بد من وضع حد لمثل هذي اللخبطة اللي متأثر سلبا على الكرة التونسية تأثر سلبا على المغرومين بالكرة معاش تفرجوا في بطولته نتاوى احنا معناش مسلسلات تونسية واللي معاش عانا بطولة تونسية نتفرجوا في الافلال المصرىويا نتفرجوا في البطولة المصرىوية تاوى ولا كيفيش والله ماذابين المسؤولين الكل يقدم بعضهم ويشوفوا حل للمعضلات هذي مواصلين مع الجامعة تونسية لكرة القدم اللي أعلنت على الصفحة متاعها ان الجامعة تونسية لكرة القدم تلقيها مراسة من وزارة الشباب والرياضي محورها نزاع القائم بين الهلال الرياضي الشابي والنادي الافريقي وطالبة الوزارة باستفاء حقوق التقاضي في جميع مراحلية وضمان استئناف طبيعي للنشاط من اهم شروط الصدور قرار بيت في اثار جمعية الهلال الرياضي الشابي وتلافين لكل ما من شائله الاخلال بالسلم الاجتماعي وأوضحت الجامعة انها وعلى خلفية هذه المراسلة انعقد المكتب الجامعي في شكل استعجالي البارح واخذاء مجملة من القرارات في الحقيقة بلاغ طويل برشد نجم وتلقاه على الصفحة الخاصة بالجامعة التونسية اخر نقطة تقريبا في البلاغ ان الجامعة قررت مراسلة رئيس الجمهورية اللي اعلامه بالامر وتعديعياته الوطنية والدولية المحتملة وما يمكن ان يترتب عن ايقاف النشاط البطولة بتبيع من اضرار كبيرة بالجامعيات الرياضيا وهديا وجماهيرا وكيف كيف قررت مراسلة رئيس الحكومة لأعلامها بنفس الامر وتدعيته على النادي الليفربول الانجليز البارح عن تمديد عقد مدربه يونجرن كلاب حتى العام 2026 وعشرين كلاب موجود في ليفربول من عام 2015 اهم الموعيد الاوروبية اليوم الثمانية سترسبور يتقابل مع البيس جي في البوندس ليجا الالمانية اتحاد برلين يتقابل مع غريفر فيرت السبع ونصف في الليجة الاسبانية ايش بيليا تتقابل مع كاديكس كانت هذه اخبار الرياضة قدميكم معاذ الشريف الى اللقاء اشتركوا في القناة